قلنا هنبدأ الأول بالفائد وبعدين نتكلم حبا على الطاقة المتجددة الفائد احنا بنعمل ايه بالفائد؟ أولا هو احنا ما نسموش فائد احنا ما نسموه احتياطي ماشي كويس الاحتياطي على مستوى المقاييس العالمية لابد نكون فيه احتياطي علشان تلبية احتياجات الخاصة بتاعة تكون مستقبلية لان انت عايز تعمل المشروعات التنموية ليك نظرة تنموية مستقبلية فيه مصانع فيه أراضي زراعية كل حاجات دي كلها فلازم ده احتياطي يستخدم في خريطة التنمية مظبوط حلو قوي دي نمر واحد نمر اثنين على مستوى العالم معروف انه هو لابد ان يبقى فيه للدول اللي هي يعني لها تقديرها او مخططة كويس في موضوع الكهرباء انه يكون عندها احتياطي ما بين 25 ل 35 فنمية ده بالمقاييس العالمية احنا الحمد لله في المقاييس دي ده نمر اثنين نمر اثنين مشروعات الربط الكهربية اللي ما بينك وبين الدول الجوار صحيح الاحتياطي ده لو ما عندكش الاحتياطي ده مش هتقدر ان انت تقدر تصدر بيه ده نمر اثنين ماربعة المخطط المستقبلي لمصادر الطاقة المتنوعة احنا عندنا مخطط لـ 2035 ان احنا يكون عندنا مش بس اعتماد على الطاقة الاحفورية اللي هي الغاز الطبيعي والبترول والحاجات دي كلها لأن عندنا مخطط ان احنا نصل الى نسبة مشاركة المطاقات المتجددة حوالي 42% وحاليا بيتم تحديث هذه الاستراتيجية علشان زيادة هذه النسبة كمان في نفس الوقت في عندك النووي استخدام السلمية الطاقة النووية لو ما عندكش الاحتياطي وبالتالي هيبقى عندك صعوبة في ان انت تبدأ تنوع المصادر بتاعتك طبع فتنويع المصادر ده مهم جدا عشان تحافظ على الاحتياطي بتاعك